عمر بقيتش تشكيل متوقع عمر يبقى عايش جوا الزمالك ايو دي حيو ممكن ينزل يلعب كمان الزمالك بكري هيلعب ازاي قدام المصري طب قبل ما اتكلم عن التشكيل ممكن اقول حاجة انت كم في النهاردة في الانترو بتاعك كنت عامل حوار زوم مع مدرب فولهم اه من الحراس المرمى ومدرب الساعة اه 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 ده خصل في الزمالك اه اي راك لو في المدخل سمعتها او انا ما عجبتها عزيمة جدا بأمانة الله عزيمة جدا اه اه نفس الموضوع حصل في الزمالك اه كابتن محمد عبدالمنصف مدرب الخراس خلال فترة تواجد الكابتن احمد مجدي اه اه في اوروبا كان بياخد بعض الرخص التدريبية اه اه كابتن عبدالمنصف اشتغل اه مساعد مدرب مع كابتن معتم الجمال وكان بتشاور معاه بعض الامور الفنية الخاصة بطريقة اللعب لانه انت لو تفتكر مع تاكيس جونياس في ودي دجلة كان دايما الشغل الفني مع الفرقة كلها وبشتغل كلاعب مش كحارس اه وهو الفترة اللي تواجد فيها في الاجهزة الفنية بعد الاعتزال كان ليه دور فني مع اكتر من جهاز فكابتن معتمد بدأت شاور معاه ويعتمد على بعض الاراء الخاصة بالشغل خلال الفترة الاخيرة اه فنفس الكلام حصل يعني في الزمالك زي ما مدرب فلهم من اه مدرب حراس لمساعد مدرب فترة الاخيرة شهدت ان اوسا كان مساعد مدرب لمعتمد جمال في بعض المباريات اللي ما كانش موجود فيها كابتن احمد مجدي وكمان بيقدي دور مساعد انه هو حلقة الوصل ما بين الكابتن معتمد جمال وفريق تحليل اداء اللي بيكون موجود في الملعب اقول لك مفاجأة كل مدربين حراس المرمى في العالم هم مدربين مساعدين للمدير الفني هم ممسكوش حراس المرمى زي عندنا احنا عندنا مفهوم مدرب حراس المرمى ايه يقعد يسخن ويدرب حراس المرمى وبس كده مالوش علاقة بالباقي مالوش علاقة بالباقي فرقة مدرب حراس المرمى في العالم كله هو مسؤول والله هو رأي في الفريق بشكل عام مش بس مدرب حراس مرمى عشان كده يعني انا اكمل على كلامك كريم ان هو كان بيتناقش معاه في التغطية العكسية للعيبة الصغرات اللي بتبقى موجودة في الدفاع ممكن تأثر على الفريق بشكل كبير كان بعض الامور الفنية لها علاقة بان حرس المرمى دايما بيبقى كشف الملعب كله بالطول عكس المدرب انتعارف الملعب قدامه بالعرض فهو بيتكلم معاه في امور لها علاقة بوقفة المتنفعين ازاي استغراض دي بتعصل ازاي لما الجناح هيرجع هيغطي او لعيب خط الوسط فكانت امور فنية بنفس الطريقة اللي انت بتتكلم الزمالك هلأب ازاي بوقفة دم المصر تشكيل الزمالك قد يكون ثابت ولكن فيه تغيير واحد محمد عواد هيبتدي عمر جابر حمزة المسلوسي محمد عبدالغني محمود علاء لو كان جاهز هو خارج المقاسكر بالمناسبة بسبب اصابة في انكل القدم فعمر جابر عبدالغني المسلوسي عبدالشافي روأة دونجا يعني محمد عشرف روأة دونجا زيزو شكبالة اوباما سيف الجزيري التغيير هنا هو كابتن ما اعتبت هيبتدي يسبب التشكيل شوية الفترة اللي جاية التغيير هنا ان اوباما داخل مكان ابراهيم انضاي فيه مفضلات ما بينهم ولكن الحظوظ الاوفر ليوسف اوباما ان هو يرجع يبتدي بكرة في التشكيل الاساسي للزمالك فبالتالي التشكيل تانية كريم عواد عمر جابر مسلوسي عبدالغني عبدالشافي روأة دونجا زيزو شكبالة اوباما الجزيري